وضعية إدماجية بعنوان الهاتف النقال المقدمة مما لا شك فيه يعتبر عصرنا الحال الذي نعيشه عصر اختراعات واكتشافات كثيرة عجيبة نذكر منها على سبيل المثال الهاتف النقال العرف إن الهاتف النقال آلة العصر الحديث هو وسيلة من وسائل الاتصال العصرية التي غزت أغلب البيوت له عدة مزايا منها نستعمله في الاتصال بمن نريد هو أيضا وسيلة ترفيه وتحميل لمختلف الملفات والتطبيقات الألعاب والصور القرآن والدراسة كما يستعمل أيضا للتصوير فقد صار امتلاكه ضروريا ولكنه لا يخلو من المساوئ والعيوب مثلا قد يستعمل في الأعمال الخطيرة كالاختطافات والسرقات المختلفة والتهديد وتحميل الأشياء المخلة بالحياء الخاتمة وفي الختام أنصح كل مستخدم للهاتف النقال أن يحسن استخدامه فهو نعمة قد تتحول إلى نقمة موسيقى